حققت مصر خلال العام الماضي إنجازات هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال احتفال اللجنة الوطنية التنسقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أشارت السفيرة نائلة جبر في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أشارت إلى تصدر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر 2022-2026 قائمة الإيجابيات نحن كل شغلنا هو مع المنظمات الدولية وفي اهتمام بذلك ودليل على وجودهم كلهم معنا وأيضا دليل على مشاركتهم في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المصرية وده في إطار احترام مصدقية مصر وجديتها في التعامل مع الموضوع هنا مثال جيد يحتزى به على المستوى الإقليمي ليس المحلي فقط الإقليمي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة لتهنئة الدولة المصرية على إنجازات مهمة قطعتها الدولة أو حققتها الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وده منع أسوأ صور الاتجار بالبشر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يهدف إلى التوعية بالجريمة وبأهمية حماية الضحايا وكيف يتم استغلالهم ونوعية الدعم الذي يحتاجونه وأيضا رفع الوعي مهم لضحايا هذه الجريمة ولابد من إعادة دمجهم نحن نعمل على قضية الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عدة محاور وهي المنع والتجريم والإنقاذ والحماية